منتخب مصر بيخسر نقطتين تقدر تقولي انه هو فعلا تعادل بطعم الخسارة لانك لما تخسر نقطتين قدامه زنبيق اعتقد ان الموضوع صعب وصعب جدا ولكن يتحمل الخسارة روي فيتوريا وبعض اللعيبة حلقة دي من المشجع هنتكلم فيها النهاردة عن خسارة منتخب مصر الاول نقطتين في مشواره في بطولة افريقيا امم افريقيا طبعا للأسف احنا شفنا وكنا بنتكلم انه يا جماعة الاختيارات والتشكيلة والخطة وقلن احنا وراء رجالة والمجموعة اللي موجودة ولكن للأسف بيتم اختراف في الملعب زي ما بيقول كده فيها توازنات وفيها ان لازم ده يبقى في الملعب وده ما يبقاش في الملعب والنهاردة كل اللي شاف التشكيلة وانا اول ما سمعت التشكيلة قلت لهم يا جماعة عندنا مشكلة نص الملعب كارثي النص الملعب كارثي النني اللي ما بيلعبشه كورة بقاله سنين حمدي فتح اللي بيقوم بنفس ادوار النني زيزو اللي مش مكان ومش مركزه واخترته في الجناح واخترته لما بتفضيله ملعب ويبقى بيلعب لجوه او بيلعب على الخط تروح حطه نص ملعب وللأسف حتى لما كنت بتلعب بزيزو بنفس الطريقة دي في شكل بتاع اربعة تلاتة تلاتة كنت بتخلي ان زيزو صلاح يادم بيقوله كده يعمله خلل ان صلاح كان يخش الجوه التمنتاشر وزيزو يروح مكانه عالخط او العكس يحصل فبيحصل تغيير لكن هو النهاردة كان بيلعب اربعة اربعة اتنين فلات فكان بخلي صلاح ضمم لجوه وزيزو ماسك الخط لغاية نص الملعب فحتى الخلخلة اللي كان بتحصل في المراكز محصلتش ثانيا اني وحمدي فتحي نفس الادوار الناس دورها يقطع كورة من الاخر انتوا كتبتلعب من غير نص ملعب ومش دي المصيبة المصيبة ان حتى انت لما عملت التغييرات بعد الديئة 65 قررت كمان ان انت ما تخرجش حد من نص الملعب قررت ان انت تخرج الجناحين يعني انت كمان مش قري المطر وشايف ان مشكلتك في الاجنحة مش في نص الملعب حد يفاهم روي فيتوريا ان منتخب مصر في 2006 وفي 2008 و2010 كانت قوته في نص ملعب كانت قوته في احمد حسن وحسني عبدالرب ومحمد شوقي دي كانت قوته دي كانت مصدر قطرته حد يفاهمه ان افريقيا ان دي الاهلي بيكسبها بنص ملعبه حد يفاهمه ان نص الملعب لازم يكون نص ملعب قوي حد يفاهمه ان عيب لما يكون واخد حمدي فتح وانني مره ملعطية مهند لاشين امام عشور واخد خمس لعيبة نص ملعب وتلعب بزيزه اللي مش نص ملعب نص ملعب عيب عيب لما ده يكون الشكل اللي انت حطه في نص الملعب وبتلعب لعيب مش مركزه وانت عندك اتنين لعيبة او تلاتة بره ده مركزه ده طريقة لعبهم عيب لما يبقى عندك لعيب ما بيلعبش وبتلعبه من باب انه هو بيلعب في الدولة الانجليزي وياريته بيلعب ما احترامي لشخصه وما احترامي لكامل امكانياته وما احترامي لكامل خبراته ولكن بعيد عن الملعب وحسرة المباريات بعيد عن الملعب وحسرة المباريات الحاجة الوحيدة اللي ممكن تشيله وانا بقولك اهو لياقته لان التمرين في اوروبا مختلف بس الكلام ده جماعة حتى لو هنقول عليه لما يجي يلعب مع فرق محلية لما اجي اقولك ان اللعيب المصري اللي بيتضرب في الدولة الانجليزي لياقته هتشيله وهيفرق حتى لو لعيبته اساسي اه كلام ده لما يجي يلعب في الدولة المصري لكن هو بيلعب مع لعيبة افرقى بتلعب في دوريات اصلا محترفين عادي جدا فتخابة لو اللعيبة دي بتلعب وبتشارك فخلاص حتى عمل اللي يقل انت هتشوف ان النيني هيبقى فارق فيه لان هو بيتمرم في مستوى تاني ما هو خلاص ما هو تساوى فانا ده مش قادر افهمه غير بقى طبعا لعيبة بتلعب على الواقف لعيبة بتلعب ان هي كبيرة ومحترفة والدوري الانجليزي وانا احسن لعيبة في العالم والمعلق علي محمد علي اللي برضو تحس ان هو مع النتيجة لازم ربنا يبليك بحاجة كده تضيزك فقال لك اصي اللعيبة ومحمد صلاح بيضيع قر عشان الضغوطات ضغوطات افند ايه يعني الضغوطات ايه محمد صلاح مثلا معهوش الفلوس اللي هيروح بها بعد المطش يعني مثلا قاعد بيفكر بعد المطش انا هيروحوني في الاتوبيس ولا هنزل وروح المترو واللي هو مش عارف مثلا يطلع المقربصات اللي عند الملعب هتوديني للفندق ازاي واللي هو مثلا خايفي بفيه وقت بضل ضايع زيادة فمضغوط عشان هيتأخر على معدل المقربصات والاتوبيسات فهيتطر يمشي شوية عشان يلاقي حاجة يركبها ولا هو مش هيكمل مثلا هيكمل نوم وهيكمل عشان نوم فالضغوطات اللي عليه هو بيلعب مزنبيق هو انت فاهم انت بتعلق على مطش مين انت بتعلق على مطش مصر ومزنبيق وتقول لي ضغوطات على اللعيبة بقى المحترف اللي عندي اللي هو احسن لعب في العالم ومن مرشحين احسن لعبة في العالم والتيت على العالم تقول لي اصل اللعيبة مضغوطة لعيبة اللي مضغوطة يا فندم عم الخبرات ايه بقى اللي انت مقعدتها اللعيبة دي في الملعب لما يكون عندي محمد صلاح ومرموش ومصطفى محمد والنيني وتريزيجيه والناس دي كلها واحجازي والناس دي كلها في الملعب وتقول لي اصل اللعيبة والضغوطات عم اللعيبة 2006 و2008 و2010 يعملوا ايه لما كانوا بيلعبوا الكاميرون وكوديفوار وغانا ونيجيريا والجزائر في عزوهم في عزوهم وبكامل محترفينهم وبكامل نجومهم وكانوا بينزلوا يكلوهم تقول لي ضغوطات عشان بيلعبوا مزنبيق لما أنا يبقى عندي منتخب في 5-6 محترفين في اقوى دوريات اوروبا منهم لعيب من احسن 3 لعيبة في العالم وتقول لي اصل ضغوطات عاللعيبة ضغوطات إلا عاللعيبة دي لعيبة بتتدلع احنا هلبحك عنافسينا دي لعيبة بتتدلع فيها جماعة هو احنا هنطبطب بتقولوا حقق ربنا عشان نعدل ونفوق لللي جاي ده منظر منتخب مصر وانت بتلعب موزنبيق عملا لما تلعب كوديفوار ولا تلعب ناجيريا ولا تلعب غانا ولا تلعب المغرب ولا تلعب الجزائر هيبقى شكلك عامل ازاي في الملعب لا يا جماعة اللي بيحصل ده تهريج قال لك ضغوطات ضغوطات إلا على اللعيبة دي وهيبتلع قال مش فاهم انا ايه الحاجة غللت ومش عارفين هيجيبوا في الوقت همين العيشة مرة واحدة زينك بيتان في المية ومش عارفين فيه يا جماعة ما تصحوا ضغوطات إلا على اللعيبة دي تدلع وخطة غلط ومدير فني مش عارف إمكانيات اللعيبة اللي معاه ولا عارف أدوارها في الملعب ولا تفرج عليها قبل كده في أندياتها ولا تفرج عليها قبل كده في الأنديات باعتها تغييرات متأخرة تغييرات غلط بداية غلط لشكل ولا لون ولا طعم في الملعب والمصيبة إنك قادر أنا بقول لك عندك من الإمكانيات ومن القدرات لللعيبة اللي لو نعمل بشكل جماعي إنك تقدر تعمل حاجة أنا نية عايز تلاقي أنا نية زي ما أنت عايز تقول قول يعيبة بتلعب لنفسها زي ما أنت عايز تقول قول وده اللي أنا قلت مبارح في اللايب وقلت من أهم مميزات منتخبات الفين وستة وتمانية وعشر إن كان النجم المنتخب كان النجم إن كلنا عايزين نعمل حاجة عايزين نوصل عايزين نعمل حاجة ونوصل عايزين قسم مصر بنلعب للمنتخب كلنا نجوم المنتخب النجم لكن للأسف قلت لو ده ما حصلش والمنتخب ده بتلينا نبص مين عايز الشارع ومين عايز ياخد رقم واحد ومين عايز التشيرت ومين أصل أنا محترف ومين 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 دي هتكون النتيجة دي هتكون النتيجة اتمنى ان دايقون درس عشان اللي جاي هيبقى بايدك ان انت لو تكسب مطش غالة تكسب مطش كاب فردي الرأس الاخدر تصعد وتصعد اول كمان انا بقول لك لو تصعد وتصعد اول اتمنى ان احنا نلم الدور بدري بدري واللم نفسنا بدري بدري واللعيبة دي تقف مع نفسها وقفة رجالة وتحاول تكفف عن الجماهير اللي قاعدة مستنياهم الجماهير اللي تبسط بمطش قورة من قطر الهموم اللي عندها ربنا يعلم الشعب ده في ايه ومعمول في ايه وعايش ازاي خلوا عندكم دم ونخوة وبسطوا الناس دي لو لحظات وبسطوا الناس دي اربع كمس دقيقي كده بعد كل مطش ولا ربع ساعة الواحد ينم بصوت عيب عيب اتقوا اللي بجمهوركم اتمنى ان دي يكون درس انا اتمنى ان فيتوريا يصحى طبعا انا عايز اعرف بيدي الجهاز اللي معاه فين يعني المصريين اللي معاه في الجهاز فين ايه ما بيقولولوش زيزو بيلعب فين ما بيقولوش روان معانوس ملعب مروان ومهنق ايه فين يا جماعة اصحوا وتقوا اللي في جمهوركم اصحوا وتقوا اللي في جمهوركم اتمنى ان دي يكون درس اتمنى ان يتم استعاب الموقف من روي فيتوريا ويتم تداركو في ماتش غانا وكاب بردي عشان ما نلاقيش يعني ماتشين والرجالة كلها مشرفة تتفرج على افريقيا معانا على بين السبورت اتمنى ده تقدروا يقدروا بايه بمدير فني يصحى الامكانيات لعبته اهمية نص الملعب ولعيبة تكون رجالة في الملعب تلعب لتشرط منتقب مصر شكرا لكم وشكرا لمتابعيكم وان شاء الله باذن الله اشوفكم بحلقة دي من المشجع وباذن الله اشوفكم الساعة اتنشر بالليل في ملخص ثلاث مبربطة عن النهاردة بعد ماتش غانا والرأس الاخدر اشوفكم ان شاء الله باذن الله بالليل في اللايف يكون المباراة اليوم كلها خلصت نتكلم عن كل الماتشهات اللي دارت النهاردة ما تنسوش تعملوا متابعة سبسكرايب على يوتيوب واللايك والشير سلام